بسم الله الرحمن الرحيم دكتور مدحط الصحار استشاري الجهاز الهضمي والكبد بمستشفية الشرطة النهاردة ان شاء الله احنا موجودين في المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد المؤتمر الموحد من المؤتمرات اللي المجال بتاعه بيغطي امراض الجهاز الهضمي وامراض الكبد وامراض الحميات المؤتمرات الطبية بتبقى من الشيء الهام جدا في اطار منظومة التعليم الطبي المستمر وتبادل الاراء بالنسبة للاطباء في امثل الطرق في العلاج والتشخيص للمرضى وده بينعكس كتير جدا ايجابية على التعامل مع المرضى وعلى ان احنا نحقق منظومة صحية جيدة في مصر من هنا جات اهمية المؤتمرات وانعقادها الدوري والمؤتمر الموحد بيحضروا مجموعة كبيرة جدا من الخبراء الاجانب بالاضافة للخبراء المصريين ولشباب الاطباء وده بيدي فرصة كبيرة جدا لتبادل المعلومات والانتشار المعلومة الطبية الصحيحة الصحيحة علشان نقدر نعالج بيها المرضى ونوصل لنتائج جيدة من ضمن الامور اللي هيتعرض لها المؤتمر السنادي المناظير وطرق العلاج اللي ممكن نستعملها علشان نحقق فيها نتائج جيدة والطرق الحديثة اللي ممكن مناظير تستعمل بيها لتجنب الجراحات ايضا الادوية الجديدة بتاعة فيروس سي اللي هتطرحة الجيل التاني اللي هادى فرصة للاطباء ان مجموعة المرضى اللي كانوا محرومين من العلاج بتاع فيروس سي اصبح الان متوفر لهم في السوق المصري دواء في متناول السعر بتاعه مقبول جدا وفي نفس الوقت بيقدر انه يعالج هؤلاء المرضى